تقييم حضرتك الوضع الاقتصاد المصري الآن إيه؟ والله إحنا موردنا بأزمات كتيرة جداً أزمات سياسية وقتصادية وكانت عاصفة يعني يدوب خرجنا من 2008 وأزمة مالية عالمية دخلنا في 2010 بنحاول نتكيف مع الوضع العالمي دخلنا في أزمة داخلية ولكن كان عندنا مشاكل جوهرية وأنا أقول بصراحة إحنا لمسناها إزاي؟ إحنا لمسناها بالضبط في 2015 مكات الدولة عامنا مؤتمر اقتصادي وبندعو الدول وإحنا هنبتدين نحسن نتحول لدولة جاذبة الاستثمار وهنعدي لفترة الأزمة اللي مرة تستعدنا مكانتنا السياسية ابتديني نحسن في الاقتصاد بس كان عندنا مشاكل جوهرية شديدة في 2015 عندنا ضعف وعجز شديد في الطاقة على كل المصادر المصادر العادية والجديدة والمتجددة كلها وفي عجز شديد عندنا البنية التحتية متراحلة شديدة طيب فبتديني من 2015 إلى 2017 شفنا قافزة هيلة في الملفين دون ملف الطاقة وملف البنية التحتية لما نعمل سبعة تلاف كيلو طرق نفتح 13 مدينة جديدة نعمل ستة انفاء نعمل قناة سويسي جديدة طيب الانفاق ده الانفاق تحفيزي تمام الحكومة انفاظ الانفاق تحفيزي عشان دفع عجلة التنماء طيب الفترة دي كان الفترة ناجحة جدا احنا هقلنا الاهداف كلها قضينا على عجز الطاقة تماما مصادر جديدة للطاقة هنتحول لتصدير الغاز من شهر التمانية القادم يعني المصادر كتيرة حلنا الازمة بالكامل ازمة الطاقة حلنا الملف التاني شغالين عليه بخطة سريعة جدا البنية التحتية